موجز الأخبار من المحور أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانية مشددا على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القصري للفلسطينيين خارج أراضيهم وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية أن الوقت يمر سقيلا على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل لافتا إلى أن سياسة العقاب الجماعية لأهالي القطاع غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ودع الرئيس السيسي إلى إجراء تحقيق فوري لكافة انتهاكات القانون الدولية مشددا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بقطاع غزة دون قيد أو شرط وفي سياق متصل التقى الرئيس السيسي بعدد من القادة العرب وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياضة والتقى الرئيس السيسي مع الملك عبدالله الثاني من الحسين ملك الأردن حيث توافق الزعيمان بشأن أهمية مواصلة تنسيق الجهود الحسيسة للدولتين لدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بانتهاج مصار التهدئة وضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء قطاع غزة مع التجديد على رفض تعريض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعية من حصار وتجويع أو تهجير بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنسانية كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مؤكدا مواصلة مصر لسياستها السابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها آخذا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين وعلى المستويين الرسمية والشعبية كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها اشتركوا في القناة